تهام إيراني للولايات المتحدة بمحاولة السطو على نفتها نفته وزارة دفاع الأمريكية بشدة موضحة أن إيران هي التي احتجزت سفينة تجارية بشكل غير قانوني في المياه الدولية أواخر أكتوبر الماضي المزاعم الإيرانية خاطئة تماماً ولم يكن هناك مثل هذا الجهد من قبل البحرية الأمريكية للإستلاء على أي شيء وما أشار إليه الإيرانيون حصل في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي حين راقبت البحرية الأمريكية سعود القوات الإيرانية بشكل غير قانوني على متن سفينة تجارية واحتجازها في المياه الدولية في خليج عمان ولم تحاول القوات الأمريكية في أي وقت استعادة أي شيء أو انخراط في الأمر كوربي أكد أن البحرية الأمريكية تصرفت وفقاً للقوانين الدولية معتبراً أن أنشطة إيران تشكل انتهاكاً صارخاً لهذه القوانين إنه دعاء سخيف هذا ليس صحيحاً على الإطلاق وأود أن أضيف أن أفعال إيران كالاستلاء على سفينة تجارية بشكل غير قانوني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوذ حرية الملاحة والتجارة هذا وأكد مسؤول في البنداجون للحرة أن مسيرات إيرانية نفذت ثلاثاء تحليقاً غير آمن ضد حاملة الطائرات USSX في المياه الدولية في مضيق هرمز وأكد المسؤول أن الطائرات الأمريكية اتخذت إجراءات الحماية المناسبة حتى مغادرة المسيرات الإيرانية وأضف المسؤول أن الحادث لم يتضمن أي تبادل لإطلاق النار تتواجد البحرية الأمريكية بشكل منتظم في مياه الخليج لا سيما في مضيق هرمز من أجل حماية الملاحة الدولية ورادع إيران وتقوم القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنشطة هناك تصفها واشنطن بالاستفزازية وتضعها في إطار محاولات طهران المتواصلة لزعزعة استقرار المنطقة من البنتاجون وفا إجباعي الحرة ترجمة نانسي قنقر